أستاذ مكرم الأزمة الإيرانية مستمرة وبعد الإفراج عن الناقلة الإيرانية بريطانيا تتوعد إيران وبتقول لن نقف مكتوفي الأيدي هل ممكن نقول الأزمة انتهت لحد كده ولا لسه مستمرة بعد تصريحات بريطانيا لا سوف تتضغط الأزمة مستمرة كل شوية يهم إيران طبعا أن الأزمة الأياخذة وأنها تلفت انطباه الناس وأنها على الأقل تهدد بالحرب وبالتالي سوف تخافز إيران بصفة مستمرة على يقظة المشكلة المشكلة طبعا صحية حية على طول مشتعلة طول الوقت عشان يظل الاهتمام قائم لكن ليس هناك جديد يمكن أن نحن يخلينا نقول أنه والله ممكن أن الموقف يتغير الجديد في هذا الموضوع أنه لأن إيران تريد أن تبقي على المشكلة فهي قالت أنا درجة التخصيب اللي احنا وردوين عندها والتي جال تتجاوز ثلاثة وشوية في المائة أنا أرفع درجة التخصيب إلى خمسة ويمكن أن أرفعها إلى عشرين دردا عن الموقف الأوروبي طبعا بعيدا عن الموقف الأوروبي رغم أن الأوروبيين أساسا بيحاولوا يكونوا زي شوك أوبزيرفر علشان يخففوا من أذى ويعملوا أيضا لا يريدوا أن ينصعوا للموقف الأمريكي ولكن تميزهم في خلق موقف خاص بيضعف لأن الأوروبيين مش قادرين يقدموا للإيرانيين ما تم وعدهم به إنه ممكن جدا أنه نقبل فيه معاملات اقتصادية ممكن تشتيروا ممكن للحاجات المتعلقة بالأدوية والأغذية ممكن لا تحتاج فيها إلى الحظر الأمريكي اللي عاملها على التعامل معاه يمكن أن نحن نتغلب عن هذا لو أن نحن اتفقنا ما بيننا وما بين بعضنا قدرة الأوروبيين على الوفاء بوعودهم قدرة ضعيفة ضعيفة لكن أيضا كمان قدرة الإيرانيين على الحفاظ على المشكلة حية وإصارتها كل شوية من جديد جزء من أساسي من سياسة إيران ولابد أن تفع الإيران بهذا علشان تقول أنا موجودة وفي نفس الوقت متوصلتي المسائل إلى حد المواجهة المسلحة بحيث تصلح هناك حرب ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكي في هذا الموضوع اللي حصلت طبعا كمان أيضا إيران كما تهدد بأنها ترفع التقصيب إلى فوق العشرين في المائة بتهدد أيضا بزيادة كمية اليورانيوم المخصب حجم اليورانيوم المخصب اللي موجود في إيران 300 كيلو هي رفعت هذا الحجم إلى 370 كيلو لكن تقصيب اليورانيوم إلى عشرين وزيادة حجمه من 300 إلى 370 لا تشكل في حد ذاتها تهديدا مش معناه أن القنبلة القنبلة لازم توصل درجة تخصيب على الأقل لفوق 95% وتحتاج أيضا إلى كميات اليورانيوم أكبر بكثير من هذا الرقم لكن جاي بقولي شاتك أنه لا تستطيع أو لا تحتمل إيران أن المشكلة تبقى خامدة والعالم يساء ولا يتحرك العالم قلقا على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بسبب هذا النزاع فكل شوية تديره كباس كل شوية تحاول خضغة الإمكان أن تجعل أن تشير هذا الموضوع